اهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض الجوانتي ملون حاريمي زي ما احنا شايفين ده شكله الجوانتي زي ما احنا شايفين جميل وبسيط مبهج بألوانه مش بس مناسب حاريمي كمان ممكن لنفزه رجالي مع تغيير بسيط في الالوان ونقدر كمان لنفزه للاطفال خطوات عمله سهلة وبسيطة هننفزها مع بعض خطوة بخطوة وهنشوف ازاي نقدر نغير المقاس فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي لكن قبل ما نبدأ لو كنتم بتابعونا من اليوتيوب اعملوا شتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او الناتفيكيشنز من علامة الجرس اما لو كنتم بتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة الخيط اللي هنستخدمه هو إليس سيكرين بيبي والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس ثلاثة وتقدروا تستخدموا اي خيوط تفضلوها تكون متوسطة السمك وكمية الخيوط اللي هنستهلكها هنستهلك من كل لون تقريبا حوالي 20 جرام نقدر ننفذ الجوانتي من بوائي خيوط متوفرة عندنا ولو حبيتوا تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشي اونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم هنبدأ سلسلة البداية هتكون 30 غرزة سلسلة سلسلة البداية هنقسها على معصم الإيد زي ما احنا شايفين على الجزء ده نلف عليه ونقس السلسلة لكن هتكون السلسلة مش مظبوطة مش بالزبط هيكون معانا حوالي 3 او 4 غرز زيادة بحيث انها تكون مريحة واحنا بنلبس الجوانتي هنروح لاول غرزة نزبط السلسلة وندخل نعدي الابرة من اول غرزة ونبدأ نعدي الخيط من الغرزة الاولى ومن الحلقة اللي معانا على الابرة فنوصل الغرزة الاولى مع الغرزة الاخيرة ويتكون معانا زي ما احنا شايفين حلقة نبدأ نبني عليها لفات الجوانتي هنبتدي بغرزة سلسلة ارتفاعها هنبدأ نشتغل بغرز الحشو ندخل في اول غرزة من غرز السلسلة ونعمل اول غرزة حشو من الغرزة التانية نعمل فيها برضو غرزة حشو ونكمل لاخر اللفة كل غرزة من غرز السلسلة هنعمل فيها غرزة حشو واحدة وصلنا لنهاية اللفة هندخل عند غرزة السلسلة اللي بدأنا بها اللفة نعدي الخيط منها ومن الحلقة اللي معانا على الابرة فنقفل اللفة بغرزة نائمة او منزلقة وزي ما احنا شايفين بداية ونهاية اللفات هتتكرر معانا في اللفات الجاية كلها نبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع وننهي اللفة عند غرزة السلسلة دي بغرزة نائمة او منزلقة هنبدأ من اللفة الجاية اللفة التانية هنبتدي نشتغل بغرز الحشو لكن هتكون غرز اماما هنبدأ نروح زي ما احنا شايفين مش هندخل في اللفات العلوية لكل غرزة احنا هنروح نعدي الابرة وراء اول غرزة حشو او وراء كل غرزة هنشتغل عندها زي ما احنا شايفين الابرة هتعدي من وراء الغرزة نبدأ نسحب الخيط نعديه من وراء الغرزة ويتكون معانا الحلقتين نلف الخيط ونعديه ويتكون معانا غرزة الحشو لكن زي ما احنا شايفين هتكون امامية او هيكون اتجاهها بارز لقداني نروح للغرزة اللي بعدها نعدي الخيط من وراها زي ما احنا شايفين من وراء الغرزة ونبدأ نعدي الخيط ونعمل غرزة الحشو نعدي الابرة زي ما احنا شايفين من وراء الغرزة اللي عليها الدور ونبدأ نعدي الخيط ونعمل غرزة الحشو الأمامية نكرر كل غرزة نعدي الإبرة زي ما احنا شايفين الإبرة هتكون من وراء الغرزة وتحرك الغرزة لقدام ونبدأ نسحب الخيط فيعدي من وراء الغرزة ونعمل غرزة الحشو الجديدة زي ما احنا شايفين هتكون أمامية بنفس طريقة عمل غرزة العمود بلفة الأمامية هنعمل غرزة الحشو الأمامية زي ما احنا شايفين مكملين بنفس الطريقة بنعدي الابرة من وراء الغرزة ونسحب الخيط ونعمل غرزة الحشو تكون أمامية هنكمل اللفات الجاية كلها هتكون بنفس الطريقة غرز حشو لكن أمامية هتعمل معنا زي ما احنا شايفين غرز برزة أو خطوط برزة مع كل لفة بنعملها هيباني الخطوط دي أكتر وصلنا لنهاية اللفة التانية هنقفل بغرزة نائمة أو منزلقة عند سلسلة الارتفاع اللي في بداية اللفة ونبدأ بغرزة سلسلة اللفة التالتة ونكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين ابتدى يبان معنا الخطوط البرزة اللي هتتكون من غرز الحشو الأمامية هنروح لأول غرزة نعدي زي ما احنا شايفين من وراء الغرزة بالإبرة نبدأ نعدي الخيط ونعمل غرز الحشو غرز أمامية نكمل زي ما وضحنا اللفات الجاية كلها لأول جزء من الجوانتي بنفس الطريقة كملنا زي ما احنا شايفين لفات أول جزء عملنا تسع لفات أول لفة كانت بغرز الحشو وتمان لفات بغرز الحشو الأمامية زي ما احنا شايفين بعد ما كملنا اللفات شكل الخطوط اللي تكونت من غرز الحشو الأمامية ده الجزء اللي في البداية اللي هيغطي أو هيكون عند المعصم هنبدأ نعمل الجزء اللي هيكون عند بداية كف الإيد لحد بداية صابع الإبهام هنبدأ ندخل لون التاني هنوصل الخيط ونعمل غرزة سلسلة ارتفاع وهنشتغل بغرز الحشو العادية هندخل في اللفات العلوية لكل غرزة بالطريقة العادية نبدأ نعمل غرز حشو هنمشي زي ما احنا شايفين في كل غرزة هنعمل غرزة حشو وحدة ودايما مع بداية لون جديد هندخل أطراف الخيط دايما معانا علشان نثبت الألوان أو نثبت الخيط في كل لفة وكمان علشان يسهل علينا تنظيف أطراف الخيوط دي هنكمل زي ما احنا شايفين في كل غرزة بنعمل غرزة حشو وحدة كملنا زي ما احنا شايفين اللفة اللي عملناها باللون التاني هندخل اللون التالت نوصل الخيط ونبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع ونشتغل برضو بنفس الطريقة غرز حشو فردية في كل غرزة غرزة حشو واحدة ندخل زي ما احنا شايفين اطراف الخيوط معانا ودي هتكون الطريقة اللي هنعمل بيها باقي جسم الجوانتي هنبدأ ندخل الالوان بترتيب معين التلات الوان دول هما اللي هنستخدمهم وهنبدأ نرتبهم ونكمل بيهم اللفات هنعمل الجزء ده لحد ما نوصل قبل سابع الابهام هنعمل بس خطوة بسيطة او تزايد بسيط لكن اللفات كلها هتكون بنفس الطريقة بنغير الالوان وبنعمل غرز حشو فردية زي ما احنا شايفين ده ترتيب الالوان اللي عملناه بعد ما عملنا اول لفة باللون السيمون عملنا بعدها لفة باللون الوفويت وبعدين الموف وبعدين السيمون ترتيب الأربع لفات دول بنكرره لكن بنعمل ما بين الأربع لفات دول والأربعة اللي بعدهم أو اللي زيهم بنعمل تلات لفات باللون الأفوايت ده الترتيب اللي هيتكرر معنا لنهاية الجوانتي هنعمل زي ما احنا شايفين عملنا الأربع لفات كررناهم للمرة الثانية هنعمل بعدهم كمان تلات لفات باللون الأفوايت قبل ما نبدأ نعمل فتحة صابع الإبهام لكن هنبدأ نعمل زي ما وضحنا تزايد بسيط عند الجزء ده من صابع الإبهام لأن زي ما احنا شايفين الإيد في الجزء ده بيكون في زيادة في عرضها شوية فهنبدأ ندي راحة للجزء ده هنبدأ نوصل الخيط ونحدد المكان اللي هيكون عنده فتحة صابع الإبهام والزيادة هنعمل الزيادة تحت مكان فتحة صابع الإبهام وهنحدد زي ما وضحنا مكان الفتحة زي ما احنا شايفين ده مكان بداية ونهاية اللفات هنحدد من خلاله مكان فتحة صابع الإبهام لو احنا بنشتغل الإيد اليمين هيكون فتحة صابع الإبهام على يمين الخط ده أو على يمين المكان ده لو بنشتغل الإيد الشمال هيكون فتحة صابع الإبهام هنعملها على الشمال احنا دلوقتي بنشتغل في الإيد اليمين فهتكون زي ما وضحنا على يمين الجزء ده هنعمل الزيادة في النهاية أو قبل ما ننهي اللفة في الجانب اليمين فهنبدأ نبتدي نشتغل بالطريقة العادية. غرز عشو فردية في كل غرزة نعمل غرزة واحدة. لحد ما نوصل للمكان اللي هنبدأ نعمل عنده الزيادة. لكن زي ما وضحنا في الايد الشمال هنبتدي نعملها في الجزء ده على طول بعد تقريبا خمس او ست غرز فردية نبدأ نعمل الزيادة على جانب الشمال لبداية ونهاية اللفات او الجزء ده. هنكمل. وصلنا زي ما احنا شايفين قبل نهاية اللفة تقريبا بتامن غرز. هنبدأ نعمل في غرزة. نعمل فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها. هيكون فيها برضو تزايد غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة وهنكتفي بالزيادة دي. هنعمل في غرزتين تزايد. كل غرزة هيكون فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة. ونرجع نكمل بقي اللفة بغرز فردية. في كل غرزة غرزة حشو واحدة. وزي ما احنا شايفين عملنا الزيادة على ينين الجزء اللي فيه بداية ونهاية اللفات. او الخط ده. هنبدأ اللفة اللي بعدها. هنبدأ برضو بغرزة سلسلة ارتفاع ونبتدي نعمل غرز فردية. لحد ما نوصل لمكان الغرز التزايد هنكرر نفس الخطوة عند غرزتين. ويفضل يكون الغرزتين اللي في النص في التزايد اللي عملناه. نعمل برضو عندهم تزايد. كل غرزة يكون فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة. وصلناه لمكان هنعمل فيه التزايد في اللفة التانية. زي ما احنا شايفين. في تحتهم على طول الغرزتين التزايد اللي كانوا في اللفة اللي فاتت. هنعمل فيه غرزتين برضو تزايد. الغرزة دي فيها اتنين حشو والغرزة التانية فيها غرزتين حشو. ونرجع نكمل اللفة بغرز فردية. وهنعمل اللفة التالتة من التلات لفات اللي بنعملهم باللون الوفويت لكن هتكون كل الغرز فيها فردية. هنكتفي بالتزايد اللي عملناه في اللفتين دول. طبعا التزايد احنا بنعمله على حسب حجم اليد اللي بنعمل لها الجوانتي. بمعنى اننا لو اصلا من البداية الاتساع مش محتاجين نعمل فيه تزايد ممكن ما نعملش تزايد خالص لو الاتساع مناسب لحجم اليد. وبردو لو التزايد اللي احنا عملناه في مقاسنا ده زيادة محتاجين اقل منه فهنقلل في عدد غرز التزايد. او العكس لو حابين اتساع اكتر هنزود في عدد غرز التزايد. فبالتالي غرز التزايد بنحددها على حسب حجم اليد اللي بننفذ لها الجوانتي. كمان عدد اللفات اللي احنا عملناها للجزء ده قبل بداية صبع الابهام او فتحة صبع الابهام احنا عملنا في مقاسنا اربعتاشر لفة. اللفات دي برضو هتتغير على حسب حجم اليد. نقدر نزود او نقلل على حسب طول الجزء ده من اليد. هنكمل زي ما وضحنا اخر لفة هنعملها بغرز كلها فردية قبل ما نبدأ نعمل فتحة صبع الابهام. كملنا اللفة الاخيرة هنبدأ زي ما احنا شايفين نحط بالشكل ده الجوانتي على الايد او نلبسه ونبدأ نحدد الغرز اللي هنسيبها من اللفة الاخيرة اللي هتكون لفتحة صبع الابهام. هنسيب غرز ونعمل غرز في النص بحيث تزبط معنا الفتحة دي. وزي ما احنا شايفين الخط اللي نتيجة بداية ونهاية اللفات هنخليه في النص فبالتالي زي ما وضحنا لليد اليمين هنعمل الفتحة على الجانب اليمين. فهنبدأ هندخل اللون السيمون. هنبدأ نوصل الخيط. وهنبتدي نشتغل اللفة او غرز اللفة بطريعة ده لحد ما نوصل زي ما وضحنا للغرز اللي هنسيبها في لفتحة سبع الابهام. هنبدأ نشتغل. وصلنا عند المكان اللي هنسيب عنده غرز الفتحة اللي هنعملها. هنسيب قبل او هيكون عند قبل نهاية اللفة هنسيب ست غرز. وهنبدأ نعمل السلسلة اللي هتقفل فتحة سبع الابهام من جوه. هنعمل ست غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. نحسب تمن غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عند الغرزة رقم تمانية. نبدأ نوصل السلسلة دي ونعمل فيها غرزة الحشو. ودي هتكون الفتحة اللي هنعملها لصابع الابهام. يبقى زي ما احنا شايفين حددنا الغرز اللي هنسيبها للفتحة. وعملنا كمان غرز تزيد على الفتحة دي او تكون جوه تحدد معانا الفتحة. حيث تثبت معانا جزء الباقي لباقي الكفة او باقي الصابع. كمان تثبت معانا اتساع فتحة صابع الامهام. طبعا برضو عدد الغرز اللي هنسيبها وعدد غرز السلسلة اللي هنعملها هيكون متناسب مع حجم الصابع وحجم الفتحة اللي احنا هنعملها للصابع. نحاول نخلي الفتحة دي ما تكونش دايقة علشان ما تضايقناش في لبس الجوانتي يكون اتساعها مرتاح. هنبدأ بعد ما عملنا زي ما احنا شايفين. مشينا اللفة وسبنا الغرز وبدأنا نعمل السلسلة ووصلناها في نهاية الغرز اللي سبناها. من بعد الوصل او غرزة الحشو اللي عملناها وصلت السلسلة نبدأ نكمل باقي اللفة بغرز الحشو. نكمل اخر غرز فيها. وبرضو بنفس الطريقة هيكون للايد الشمال. هنبدأ اللفة. نبدأ اول ست غرز زي الست غرز اللي كانوا في النهاية. ونبدأ من بعدهم نعمل السلسلة. الست غرز سلسلة. ونوصلهم عند الغرزة رقم تمانية من الغرز اللي سبناها. ونبدأ بعدها نكمل باقي اللفة. كده زي ما احنا شايفين اتحدد معانا. دي الفتحة اللي هتكون لصابع الابهام. وده الجزء باقي كف الايد او جزء الصابع. هنبتدي نكمل في الجزء ده الاول نكمله وبعده نعمل صابع الابهام. هنمشي بنفس ترتيب الالوان. بعد اللفة دي هندخل اللون الافوات. ونبتدي نشتغل بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الجزء الاول. نعمل لفات بغرز الحشو الفردية. هتكون بس في الجزء اللي حددناه. وطبعا هندخل جزء السلسلة اللي ضفناها معانا في اللفات دي. وصلناه زي ما احنا شايفين لجزء السلسلة. نبتدي نشتغل. نكمل او ندخله في اللفة. ونعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة. ويكون ده محيط او اتساع اللفات اللي هنكملها في الجزء التاني من الجوانتي. وهنكمل بنفس ترتيب الالوان اللي عملناه في الجزء الاول. كملنا زي ما احنا شايفين سطور الجزء الاخير من الجوانتي. الجزء اللي هيغطي الصوابع عملنا في مقاسنا تلاتة وعشرين سطر. وده هيغطي الجزء زي ما وضحنا من صوابع الابهام لنهاية الصوابع. وهيكون في زيادة بسيطة علشان يكون الجزء ده مرتاح. هنسيب بعد ما نقف الاخر لفة طرف من الخيط. هنبدأ نوصله بابرة التنظيف. ونبتدي نقفل الجزء العلوي. نبدأ زي ما احنا شايفين ناخد ابرة التنظيف ونبتدي ندخل في كل غرزة. نعدي زي ما احنا شايفين نبدأ نضم بالخيط والابرة الغرز كلها مع بعض. وعن طريق الخيط نقفلهم نضمهم كلهم مع بعض ونقفل الجزء ده. ترجمة نانسي قنقر زي ما احنا شايفين قفلنا الجزء العلوي بالشكل ده ضمينا الغرز لاخر لفة كلها مع بعض. نبتدي نقفل اكتر الجزء ده. قفلناها زي ما احنا شايفين. هنقص الخيط. وكده اكتمل معينا الجزء ده. وقفلنا الجوانتي من فوق. اخر جزء هنعمله هنعمل الجزء اللي هيغطي سابع الابهام هنبدأ نوصل الخيط. نستخدم اللون الموف عمل الصابع. ونبتدي نوصل من الجزء اللي جوه اللي عنده خط بداية ونهاية اللفات نوصل الخيط. ونبدأ بعمل غرزة سلسلة ارتفاع. ونبتدي نعمل لفة. زي ما احنا شايفين للسلسلة اللي كنا ضفناها عند جزء صابع الابهام. هنعمل في كل غرزة. غرزة حشو واحدة. ده زي ما زي ما احنا شايفين الجنب التاني لها الجنب الاول اللي اشتغلنا في الجزء الطويل. لكن جزء الصابع هنشتغل في الجنب التاني عند السلسلة ونروح بعده للجزء الغرز اللي سيبناها. ونكمل زي ما احنا شايفين لفة كاملة. نقفل اللفة عند غرزة السلسلة الارتفاع ونبدأ بعدها اللفة الجاية. ونبتدي نشتغل بنفس الطريقة. في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة ونكمل اللفات اللي هضغطي صابع الابهام. وبعد ما هنكمل اللفات بطول صابع الابهام ممكن نزود برضو لفة او نزود زيادة بسيطة بحيث ان يكون برضو الجزء ده مرتاح. هنقفله في النهاية بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها الجزء العلوي. برضو هنسيه بطرف من الخيط وبالقبرة التنظيف هنبتدي نقفل الغرز لاخر اللفة مع بعض كلها ونضمهم ونقفل الجزء بنفس الطريقة. كملنا زي ما احنا شايفين الجزء اللي غطى صابع الابهام. عملنا في مقاسنا حداشر لفة وده شكل الجوانتي. بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هنعمل الايد التانية. كملنا الايد التانية واكتمل معينا زي ما احنا شايفين الجوانتي. وده شكله لما هنلبسه. الجزء اللي بدأنا بيه الجوانتي او اللي عند المعصم برضو ممكن نتنيه بالشكل ده الضهر فيه. ضهر غرزة الحشوة الامامية. شكلها برضو هيكون جميل لو تانينا وده هيغير في شكله. بكده اكتمل معينا الجوانتي. لو عجبكو الفيديو ده ما تنسوش تعملو شاير ولايك. ولو عندكو اي استفسار اكتبوه في الكومنت. وعلشان يوصلكو كل جيد لينا اعملو سبسكرايب لقناتنا. وشكرا.